بالنسبة للكونت انت زمان قبل ما ابدأ على اليوتيوب كنت بسرش على جملة ما لقيت لقاش اجابة رغم ان انا لقيت في الريزلز على اليوتيوب مليون فيديو بيجاوب على نفس السؤال اللي كل ما اخش على فيديو ما لقلوش الاجابة برضه هل اليوتيوب بيكسر فلوس؟ هل صناعة المحتوى بتكسر فلوس؟ انا كل فيديو بتفرج عليه للموضوع ده ما بلاقيش في الاخر اجابة صريحة اللي هو اه او لا بلاقي ان الموضوع دايما بيلف ويدور حوالي النقط كتير بس انا سألت نفس السؤال ما هو الموضوع لو مش مربح كصناعة محتوى سواء على اليوتيوب على الفيسبوك على اي حاجة كانش الناس دي كلها استمرت صح المنطق بيقول كده صح بس اللي اكتشفته فيما بعد ان الربح مش بس الربح المباشر من الاعلانات يعني اللي بتظهر على الفيديوهات على اليوتيوب لا في مجالات تانية بتبدأ تتفتح قدامك بسبب صناعة المحتوى اولا انك انت بتبني قعدة جمهورية بيجي منها قعدة عمل ده رقم واحد رقم اتنين بتبدأ تتعرف في السوق العربي كله ومش المصري بس يعني انا سفرت ديت كورسات برا مصر انا سفرت الوردن وصفرت المنطقة عربية السعودية ولسه مسافر السعودية كمان اخر الشهر باذن الله وعندي كورس احتمال يبقى في دبي الشهر الجيء يعني بدأت يبقى فيه علاقات مفتوحة في الوطن العربي ده تعرف انا لو كنت عادت اصرف اعلانات بمليون جنيه عمري ما كنت هقدر اعمل ده ده اتعمل ازاي بصناعة المحتوى على اليوتيوب فالجمهور العربي بيبحث عن الناس فلما لقى ولقى الكونتنت بتاعك ولقى انه هو زو قيمة عرفك اتواصل معك فهي دي انا بالنسبة لي احسن مئة مرة من اي فلوس ممكن تكسبها بشكل مباشر من الاعلانات اللي بتظهر على الفيديوهات على اليوتيوب فاذا صناعة المحتوى لها عدة مصادر ربح بس من اهمها ان الجمهور يعرفها انت لو الجمهور حتى في المحاسبة بنقول كده عندنا الميزانية بتاعت اي شركة بيبقى عندنا حاجة اسمها الاصول الاصول دي من اهم الاصول اللي احنا بنفوكس عليها وبنفوكس على القيمة بتاعتها اصل الشهرة ده بيبقى مبلغ كده بيتحط في الميزانية بتاعت الشركة احنا الاصل الشهرة السنة دي ووصل لكام هل هو قيمته قديه فانا من وجهة نظري اي حد عايز يدوس ما يفكرش ان اوها لازم ابدأ بكل حاجة او ان انا بقى كامل لا ابدأ بالادوات المتاحة ودوس وبعد كده هتلاقي العملية بتتطور